وكمان اتكلم سيد رئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم دولة المصرية لشباب اليمن قال انه الاكاديمية الوطنية للتدريب واي حاجة موجودة في مصر متاحة للجميع لبناء القدرات وكمان قال انه ده مش كلام ديبلوماسي علشان المنتدى ده تعاود من اجل البناء والتغيير والتنمية والتعمير وهي دي الثوابت المصرية لكن خلونا نقول باسم المؤتمر ده نوجه زي ما بقول كده باسم كل الشاب موجود هنا واتمنى انه هما من خلال وسائل الاتصال اللي موجودة معاهم الكلام ده يتم يعني اعطاء رسائل لبلادهم كلهم فيما يعني كل دولة فيها مجموعة شباب جاية منها ابعتوا رسائل زي اصدقائكم واحباكم في دولتكم قلولهم يعني يعظموا من هذا النداء حتى يصل الى المسئولين على هذه النزاعات دي نقطة يعني ابننا في اليمن بيقول لي الاكاديمية الوطنية اي حاجة موجودة في مصر هنا متاحة للجميع في بناء القدرات انا بقول لك كده برضو ده مش كلام دبلوماسي عشان المؤتمر لا احنا دايما بنقول في مصر احنا مستعدين دايما نتعاون من اجل البناء والتنمية والتعمير دي ثوابت مصرية لان احنا الخراب ما بيقديش لحاجة غير الام ومعاناة للي بيعيشه الأزمة والبناء والتعمير بيدي الأمل وبيدي المعنويات وبيدي الحلم فاحنا مستعدين لكل الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب اه طبعا مش بس في اليمن لكل الشباب اهلا وسهلا وانا عايز اقولك ان احنا في اشقائنا من دول القارة ودول عربية كثيرة بترسل ابناءها لنا للأكاديمية فده دور احنا مستعدين نعمله بكل تواضع يعني